موسيقى اهلا بكم مناورات عسكرية امريكية اسرائيلية انطلقت اليوم مناورات عادية بالمسمى العسكري كما يصفها العسكريون لكن ربما الوقت يضع عشرات من علامات الاستفهام لماذا في هذا الوقت ولماذا بهذه العدة الاجابة الطبيعية ربما كما يقول احد الكداب هي رد مباشر على تهديدات لبنان سوريا حزب الله حماس رد يأتي اصلا بعد تهديد اسرائيلي بالحرب واي حرب انها الحرب الشاملة التي يجمع كثير من المحللين على انها ستكون على مختلف الجبهات ان وقعت اهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج سيناريوهات نناقش فيها المناورات العسكرية الامريكية الاسرائيلية سيكون معنا ضيفي في الستوديو المحلل السياسي سيد غسان المصري اضافة الى مجموعة من المحللين والمختصين العسكريين في هذا المجال بداية لماذا هذه المناورة العسكرية الاسرائيلية في هذا الوقت بالذات ولماذا بهذه العدة كما اسلفنا في المقدمة وما هي السيناريوهات المحتملة لهذه المناورات كل ذلك في تقرير الزميل لهذا الطويل يقرأه بكر درامي استعراض للعضلات من جانب واشنطن واسرائيل عبر الدفع بنحو 2500 جندي امريكي وعشرات الاليات العسكرية ومشاركة كرابة 2000 جندي من جيش الاحتلال الى الميادين في مناورات اطلق عليها جونيبار كوبرا مناورات ليس كاجراء روتيني ولا عادي حيث تهدف كما يقول الطرفين الى تحسين الكدرات العسكرية واجراء الاختبارات للترسانات العسكرية وحسب بل انها وسيلة ضغط في سياق اظهار الكوة والتفوق العسكري اجراء هذه المناورات في هذا التوقيت يحمل الكثير من الابعاد المختلفة سواء الامنية او الاستراتيجية او حتى السياسية عدا عن كونها تعبيرا مستمرا يريده الطرفان كمظهر مهم للغاية من مظاهر التعاون الاستراتيجي الوثيق بين واشنطن واسرائيل والذي غالبا ما يظهر في صورة تعاون عسكري متزايد بكل اشكاله ويعتبر بعض المراقبين العسكريين هذه المناورات التي تجري للمرة التاسعة منذ عام 2001 بمثابة تتويج لعملية استخلاص العبر ومقاربة الاستراتيجيات العسكرية بين اسرائيل وامريكا سواء فيما يتعلق بلبنان او فلسطين او سوريا في حين تبعث برسائل وعيد الى ايران على خلفية برنامجها النووي الذي تعتبره اسرائيل خطرا على وجودها خصوصا في ظل تقارير تتحدث عن ان الخيار العسكري لا يزال مطروحا في مواجهة طهران المشهد على الارض دفع البعض الى وصف هذه المناورات بانها بمثابة مقدمات لسيناريو حرب اقليمية جديدة ستنشب في المنطقة لاستعادة جزء من قوة الردع المهتزة سيناديو اخر يرجح الخبراء خاصة وان هذه المناورات تأتي كمحاولة من ادارة دونالد ترامب لاشعار اسرائيل باكبر قدر من الحماية العسكرية بشكل يتيح لواشنطن اتخاذ خطوات جريئة على ضوء الحديث عن كشف مرتقب في الخامس عشر من الشهر الجاري لما بات يعرف بصفقة القرن الامريكية مناورات لا يمكن عزلها عن القرارات الامريكية الاخيرة حول الكدس وربما يسعى ساكن البيت الابيض لتدويجها بالمناورات العسكرية التي تهدف منها لردع اي طرف يحاول التعرض الاسرائيل او الاعتراض على اجراءاتها الاستعمارية على الارض في المقابل ثمت من يستبعد السيناريو الاخر وهو ان تقدم اسرائيل على شن حرب عبر هذه المناورات التي ستستغلها لممارسة حرب نفسية ودعائية مع قطاع غزة او سوريا او لبنان ومعروف ان هذه المناورات دورية لكن اسرائيل كعادتها تستغلها لتوجيه رسائل للجبهة الداخلية والمحيطة والعالم وبانها على اهبة الاستعداد وهي غير كذلك في حقيقة الامر في وقت تقدر فيه التقارير الاستراتيجية الاسرائيلية استعداد الجبهة الداخلية لاي حرب هي 38% فقط ونفذت اسرائيل خلال عام 2017 ما لا يقل عن 12 تدريبا ومناورة مركزية بعضها حاكت حربا ضد غزة ولبنان من جريدة هل نسخن بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة اللقاشية من برنامج سيناريوهات نناقش فيها كما تحدثنا المناورات العسكرية الامريكية مرة اخرى ارحب بضيفي المحدد السياسي السيد غسان المصري سيد غسان مساء الخير اولا السيد خير اولا يعني ربما مناورة عسكرية ضخمة بين امريكا واسرائيل في هذا الوقت كيف تقرأ هذه المناورة هل هي مناورة عسكرية طبيعية ام انها ربما لها العديد من الرسائل السياسية والعسكرية في اين واحد نعم بكل تأكيد حتى نستطيع ان نشخص بشكل دقيق الاهداف التي تنطلق من اجلها هذه الخطوة لابد من العودة قليلا الى الوراء يعني لسنوات لعشرات سنين سابقة هناك رؤية امريكية لمنطقة الشرق الاوسط ولعادة رسم خارطة الشرق الاوسط وبالتالي من ايام كنزليسة رايس لما بدأت بالحديث عن اعادة تغيير المنطقة والبدء بتدمير النظم السياسية العربية ومؤسسات الدول العربية وانطلاقا باتجاه البدء بمحاولة اغلاق ملف القضية الفلسطينية لاعتبارها هي المحور وهي المركز وهي الاساس لاي نزاع ولاي صدام في منطقة الشرق الاوسط الان هذه المناورة العسكرية هي لا تأتي من فراغ وانما هي تأتي الوجه الاخر للعملة الاستعمارية بمعنى لا يمكن ان يكون هناك سياسة تحقق اهداف سياسية دون ان يكون هناك قوة عسكرية بقدر ما هو موجود من قوة عسكرية لدى طرف معين يستطيع ان يفرض شروطه السياسية لكن ربما سيد غسان البعض يتحدث ان هذه المناورات كانت بدايتها منذ عام 2001 وبالتالي لها 17 عاما من المناورات العسكرية بين اسرائيل هي التاسعة وليست الاولى اذا ربما لماذا نكبر الموضوع كما يقول بعض الكتاب وبعض المحللين في هذا الامر نعم تنفيذ الرؤية الامريكية والخطة الامريكية الاسرائيلية للهيمنة والسيطرة على منطقة الشرق الاوسط هي مثل الكرة تتدحرج وتكبر بشكل دائم هناك متغيرات من 10 سنين او من 15 سنة لغاية الان هناك متغيرات هناك تحقيق ما تسمى بانجازات لدولة الاحتلال الاسرائيلي من جانب وهناك ايضا زيادة في حجم الدعم والاسناد والتحيز الامريكي لهذا الغول الاستيطاني الاستعماري الاسرائيلي الذي يسعى من اجل فرض النفوذ والسيطرة والهيمنة على المنطقة وعلى مواردها ليس فقط في الارض الفلسطينية وانما بكامل المنطقة العربية هذا يتطلب سياسة استعراض القوة والتلويح يقال بسياسة العصى والجزرة وهذا وجه تستخدم في استعراض القوة للارهاب من اجل لكن ربما الى اين هل هي هل الولايات المتحدة ام اسرائيل لكن دعني ارحب سيد غسان بالمحادل السياسية سيد انطوان شلحة سيد انطوان مساء الخير اولا برأيك هل اسرائيل ربما باتت في ضيق لطلب هذه المناورة ام انها ربما هي مناورة عادية تجرى بشكل عادي روتيني ليس الامر كبيرا كما تحدثنا يعني هي اولا مناورة عادية ولكن لا يجوز فصلها عن سياقها السياسي والامن الراهن المرصبت بما يسمى الجبهة الشمالية الجديدة يعني في الاونة الاخيرة هناك حديث متواتر من قبل المسؤولين الاسرائيليين السياسيين والامنيين بان نتائج الحرب الاهلية في سوريا اثرت عن استطالة الجبهة الشمالية التي كانت حتى وقتا قريب منحصرة في منطقة الحدود مع لبنان وتحديدا مع منظمة حزب الله الآن هذه الجبهة باتت تشمل منطقة الحدود مع لبنان وايضا منطقة الحدود مع سوريا نعم هي اضبط الجولان وبالتالي فهذه المناورات هي صحيح انها روتينية وتقليدية ولكنها اضبط اقاعها على وثيرة هذه المستجدات نعم هل ربما ما حصل في سوريا قبل يعني اسابيع من هذا الوقت من اسقاط طائرة اسرائيلية في 16 ربما يعني اصبحت اصبحت او كانت محركا لمثل هذه المناورات العسكرية بين اسرائيل والولايات المتحدة استأكيد ولكن علينا ان ننتبه الى ان اسرائيل تراقب عن كثب ما يحدث في سوريا في الآونة الاخيرة ولسيما في ضوء تصاعد الدخول او التدخل الايراني في سوريا يعني هناك طبعا انا احاول ان اقدم ماذا تقول اسرائيل لا يعني ذلك ان ما تقوله هو الحقيقة المطلقة بعينها هي تقول بان ايران زادت من تدخلها في سوريا وبانها تحاول ان تثبت وجودها العسكري نعم سوريا او ما تسميه اسرائيل تموضعها العسكري في سوريا هي تحاول ايضا ان تقيم بحسب الزعم الاسرائيلي قواعد عسكرية لتخزين الصواريخ واكثر من ذلك تزعم اسرائيل ان ايران تحاول ان تقيم مصانع للصواريخ الدقيقة التي تطول كل انحاء اسرائيل في اي مواجهة عسكرية قد تحدث في المستقبل ولذلك هي بهذا الشأن وضعت جملة مما تسميه الخطوط الحمراء وهي تقول انها لن تسمح باجتياز هذه الخطوط الحمراء يعني هذه الخطوط الحمراء بدأت بعدة بنود وانضافت عليها بنود اخرى في الآونة الاخيرة نعم سيد مطل بما في ذلك ارتباطا بحادث اسقاط الطائرة الاسرائيلية او ما يسمى بحادث تسلل الطائرة الايرانية اذا كل الامور ربما مرتبطة حتى ببعضها سواء كان ذلك على الجبهة السورية او اللبنانية او حتى على قطاع غزة لكن ابقى معي سيد انتوان اعود لك سيد غسان البعض ربما عندما يربط المناورات العسكرية الاسرائيلية حتى لو كانت داخلية في اسرائيل نفسها ربما يربطها بحزب الله بحماس بسوريا لكن ربما البعض ينسى الضفة هناك من يقول ان الضفة ايضا ربما مشتعلة بعد قرارات ترامب هناك مسيرات اسبوعية تحدث بشكل اسبوعي وحتى اصبحت تحدث بشكل يومي بعد قرارات القدس هل الضفة قريبة ام بعيدة ربما في هذه السيناريوات العسكرية ما يتعلق بالضفة الغربية في القضية الفلسطينية هي دائما المحور وهي مركز الاشتعال في المنطقة باكملها وهذا هو الاساس هذه المنورات العسكرية برأيي هي اشارة لمحور الممانعة ومحور المقاومة ايران حزب الله حماس سوريا وما تم من تدخل وما تم من اسناد من قبل حزب الله في سوريا وايران فبالتالي برز السؤال وسؤال كبير جدا لدى الكيان المحتل الكيان الصهيوني اضافة الى الشريك والدعم الامريكي بانه لا ولا يمكن السماح بالعبث او بتغيير ميزان القوة هذا هو الاساس ان ميزان القوة هو سيبقى بيد اسرائيل امريكيا في كل المنطقة العربية وبالاساس السعي لاضعاف كل ما يمكن ان يشكل اسناد للحفاظ على الثوابت الوطنية للقيادة الفلسطينية من اجل عدم اغلاق ملف القضية الوطنية الفلسطينية وانهائها بالمواقف وبالسياسات الامريكية ونقل السفارة وما الى اخره والاعتراب بالقدس وما الى اخره هذا التصعيد لكن العمل على اضعاف هذا المحور الذي قد يشكل الحاضنة والاسناد للموقف الفلسطيني والخوف اكثر من جميع القوى والاليات والعمليات العسكرية واستعراض القوى هو الموقف الشعبي الجماهيري الفلسطيني على الساحة الفلسطينية نعم دعنا نعود الى السيد انتوان سيد انتوان ربما يعني كما تحدثنا سابقا ان هذه المناورات ربما رسائل سياسية وعسكرية الى كثير من الاطراف لكن ايهما اقرب الان يعني نتحدث عن مراورات اسرائيلية اسرائيلية لها ربما خصومها المباشرين كحزب الله كحماس ربما كسوريا نتحدث عن اطراف قريبين منها لكن ربما الولايات المتحدة الامريكية ايضا لها اهداف نتحدث ربما عن ايران عن كوريا الشمالية عن كثير ربما من الدول المعادية لها بمسماها العسكري من اقرب هذه المناورات الى من اقرب يعني انا اظن انها هي بمثابة رسالة الى محور المقاومة والممانعة الذي يضم طبعا حزب الله ويضم ايران ويضم سوريا ويضم حركات المقاومة في قطاع غزة وايضا في الضفة الغربية يعني هناك لازمة اسرائيلية تتكرر في الاونة الاخيرة بان هناك محاولة لامتداد هذا المحور الى مناطق الضفة الغربية على خلفية اخر التطورات المرتبطة بالموقف الامريكي من القدس في هذا الشأن ما يتعلق بالعلاقة الثنائية الاسرائيلية الامريكية في الايام القليلة الفائتة برز هناك بعض التباين وليس تباينا ثابتا بين الموقف الاسرائيلي وبين الموقف الامريكي يعني عدد من المسؤولين الاسرائيليين قالوا انهم يعتقدون بان الولايات المتحدة لا تبدأ الحزم الكافي من اجل كبح ما يسمى بالتموضع الايراني في سوريا وهذا سيكون موضع نقاش الان في خلال الزيارة التي يقوم بها رئيس الحكومة في الولايات المتحدة التي ستبدأ غدا بلقاء مع الرئيس الامريكي وبالتالي انا اعتقد ان الرسالة موجهة الى جميع الاطراف ولا يستثنى من هذه الاطراف الطرف الفلسطيني في دوء اخر التطورات التي نجمت عن القرار الامريكي وقيام السلطة الفلسطينية بالمجاهرة بان الولايات المتحدة لم تعد مؤهلة لان تكون راعية لعملية السلام والبحث عن بدائل لرعاية ما يسمى بعملية السلام بحيث تتوسع هذه الرعاية ولا تكهز طيب طيب سيد انتوان هذا ربما فيما يتعلق بالخطير الفلسطينية لكن على صعيد ربما الجبهة الداخلية الاسرائيلية هل حقيقة الجبهة الداخلية هي مستعدة لنشوء اي حرب حتى لو كان بينها وبين حماس او حتى حزب الله او حتى سوريا مع ان ربما اخر التقارير تحدثت عن جهوزية بنسبة لا تتعدى الاربعين بالمئة نعم صحيح يعني هذا ملف قائم بذاتي ولذاتي ملف الجبهة الداخلية انت تعلم ان الجبهة الداخلية هي البطن الرخوة في كل مواجهة عسكرية تحدث حتى على مستوى الحرب العدوانية الاخيرة التي اندلعت مع قطع غزة ما اسميت اسرائيليا بعملية الجرف الصامد كانت الجبهة الداخلية بمصابة البطن الرخوة الان مسألة جهوزية الجبهة الداخلية لاي مواجهة في المستقبل خصوصا مواجهة على شاكلة حرب بين اسرائيل وبين حزب الله والقوة التي تسانده تشير الى ان هذه الجبهة ليست مستعدة بالمستوى المطلوب وان هذا الاستعداد لا يتجاوز النسبة التي ذكرتها يعني هل نتحدث ربما عن الرسائل اقرب الى الفارغة عندما نتحدث عن جبهة داخلية هشة بالمفهوم العسكري وعندما نتحدث عن قضايا تهاجم الحكومة وتهاجم رئيس وزراءها الاهام فيما يخص بملفات الفساد الحالية يعني لا اعتقد انها رسائل هشة لانه كما تعلم ان هناك عنصرا مهما في كل هذه المناورات وفي كل هذه الرسائل هو عنصر الردع ويعني انا اعتقد ان الهدف الارأس لهذه المناورات هو شحن قوة الردع الاسرائيلية التي صارت الى تآكل اكثر فاكثر برسم كل الحروب الاخيرة التي خاضتها اسرائيل سواء في الجبهة اللبنانية او حتى في الجبهة الفلسطينية مع قطاع رزا وبالتالي انا برأيي ان ما تسعى اليه اسرائيل من وراء هذه المناورات ومن وراء كل الاستعراضات التي تقوم بها فيما يتعلق بمنظومة الدفاع الاروخي هو ان تشحن من جديد بطاريات قوة الردع التي تعتقد انها صارت الى تآكل نعم دعني اشكرك جزيلا شكرا المحادل السياسي يا سيد انطوان شلحت شكرا جزيلا لك بالعودة لك سيد غسان يعني اذا ما قرأنا ربما على ماذا سيتضرب الجيشان جيش الاحتلال والجيش الامريكي اقرأ بما قاله الناطق باسم جيش الاحتلال الفخاي ادرعي عندما تحدث انه هذه المناورات ستتحدث عن القبة الحديدية عن الباتريوت عن مقلاع داود الذي دخلت الخدمة عن تهديدات صاروخية اذا نتحدث ربما عن قصف صاروخي اكثر مما هو يعني مواجهة بين جيشين يعني هذه ايضا ربما مؤشر الى دخول طرف قوي على في اي حرب مع جيش الاحتلال نعم ما تفضلت به يجعلنا نصلة الضوء على جانب مهم جدا لا وهو ان دولة الاحتلال في الحروب السابقة هي كانت حروب محدودة محدودة من حيث البقعة الجغرافية ومحدودة بفترتها الزمنية الخوف لدى دولة الاحتلال وامريكا خلفها من قضية الحرب المفتوحة حرب متعددة المناطق الجغرافية بمعنى حرب في غزة بنفس الوقت الجبهة الشمالية مع حزب الله بنفس الوقت مع سوريا بنفس الوقت ان تكون هناك صواريخ من سوريا واسناد ايراني بحرب مفتوحة وبجبهة مفتوحة اذا الحرب الشاملة هي ليست كحرب كطرف واحد نعم هذه اشارة لان هذه المناورات هي رسالة اننا جاهزين او جاهزون للحرب المفتوحة فاذا كان هناك من يحاول ان يقدم على خطوة بحرب مفتوحة فها نحن جاهزين للحرب المفتوحة ولسنا غير جاهزين لذلك هذا جانب الجانب الاخر المهم جدا هو ما يدور ايضا في الساحة الدولية من حراك سياسي ودبلوماسي هذا ايضا يعطينا مؤشر اخر وهو ان هناك اختراق اختراق فلسطيني قوي جدا للمنابر السياسية والدبلوماسية على صعيد الامر المتحدة ومجلس الامن والاتحاد الاوروبي هذا الاختراق اصبح مزعج وبالتالي امريكا تريد ان تقول للعالم ان هذا التحدي لكل هذا الحراك سيقول جانبا ونحن جاهزين عسكريا وبكوتنا العسكرية نستطيع مع اسرائيل ان نفرد الارادة التي نريد والرؤية التي نريد نعم دعني ارحب سيدة غسان بي المختص بالشأن الامريكي يا دكتور رويد ابو عمشي دكتور رويد مساء الخير لك اولا يعني عندما نتحدث عن هذه المناورات العسكرية الامريكية الاسرائيلية نتحدث عن الموازنة في وزارة الدفاع الامريكية هل هناك بين ربط بين هذا وذلك عندما نتحدث عن تكلفة بعشرات بلايين الدولار لقليل من الايام عن هذه المناورة مساء الخير لك والأستاذ المشاهدين ولضيفك الصديق العزيز الدكتور غسان مصري في الوستدو حقيقة يعني الحديث ليس بمنفصل يعني عما تحدثت به عن اقرار مشروع أو المشروع المقترح للموازنة الامريكية للولايات المتحدة في العام 2019 وزيادة الانفاق العسكري وحده بأكثر من 70 مليار دولار وبالتالي ارتفعت الموازنة من 612 بليون دولار ل 686 بليون دولار وبالتالي وهذا مقابل طبعا خفض 30 في موازنة وزارة الخارجية وفي موازنة وزارة الخارجية بالذات الخاصة بالجانب السلم والذي كانت تخدمه الولايات المتحدة الامريكية كجانب من قوتها النعمة من خلال الوكالة الامريكية للترمية واضرعها المنتشر حول العالم وبالتالي هذا طبعا بالعادة هذا الامر معهود مع الادارات الجمهورية التي تزيد الانفاق العسكري اولا للمعتقدات التي تحملها هذه القيادة ثانيا لارضاء اصحاب الصناعات العسكرية في الولايات المتحدة الامريكية وهم بالعادة من اهم داعمية وقادة الجمهوريين في الولايات المتحدة الامريكية وهما يعرف بلوبي الصناعات العسكرية المرتبط ايضا بلوبي الصناعات النصرية هذا من جانب الجانب الاخر هو حقيقة الذي يجب التركيز عليه والذي يتحدث به ضيفك الكريم وضيفك ايضا عبر الهاتف هو حقيقة العلاقات الاسرائيلية الامريكية التي هي ليست كأي علاقة اخرى وليست كالعلاقات التي يتم دراستها ضمن معايير العلاقات الدولية فهي علاقة من نوع خاص لا تخضع لهذه المعايير وعلاقة فقط المصالح المتبادلة هذا يعني جانب مهم وبالتالي لما نظرنا فقط منذ عامين قبل نهاية فترة الرئيس الصابق أوباما تم اقرار 38 مليار في المساعدات الاسرائيات المتحدة الامريكية لإسرائيل لمدة 10 سنوات وفي اغلبها اثر من ثلاثينها هي في طلب الصناعات العسكرية الإسرائيلية وايضا جانب مهم يجب التركيز عليه انه اسرائيل تستفيد من هذه الصناعات ليست فقط الاستفادة التي تستيح ذاتها ايضا هي تطلع على التكنولوجيا واخر ما توصلت اليه تكنولوجيا التصميع المسكرة لإسرائيل دكتور رويد ربما هي اسمها مناورة يعني هناك استفادة من الجهتين سواء كان ذلك عند جيش الاحتلال أو حتى عند الجيش الامريكي لكن عندما نتحدث حقيقة عن هذه المناورات ودلالتها نذهب إلى الجانب الاسرائيلي أكثر من الجانب الامريكي عندما نتحدث عن اشتعال حرب بين حزب الله بين سوريا بين حركة حماس مع اسرائيل نتحدث ربما عن القرب الجغرافي والماضي العسكري والمواجهة بين هؤلاء الاطراف لكن ماذا عن الجانب الامريكي خصوصا وان هناك أضاد للولايات المتحدة الامريكية مثل ايران وكوريا الشمالية هذه المناورات حاكي السيناريا اندلاء حرب شاملة على اسرائيل من كافة الجبهات وبالمناسبة هذه المناورة هي التي هي مقرة مسبقا وهي تجري مناورة كل عامين وفي المناورة الأخيرة جرت في العام 2016 شباط 2016 وشارك فيها 3200 جندي في هذا العام يشارك فيها 4500 جندي لكن لا يمكن فصلها فعلا عن الصياق الإقليمي الذي تحدثت به عن الأخطار التي تعتبر إسرائيل أنها توجهها في التقديرات الاستراتيجية الإسرائيلية أن الأخطار الاستراتيجية التي تواجه إسرائيل والأمن القوم الإسرائيلي هي أولا إيران ومن ثم حزب الله هذه الأخطار هي فعلا إسرائيل تضعها بعين لا تبار بشكل دائم وأيضا تحاول الاستفادة واستثمار كل علاقاتها العسكرية بالضغط مع الولايات المتحدة الأمريكية هذه العلاقات العسكرية التي هي الجزء من العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية نتضعها في هذا الصياق وترسل رسالتها لكل الذين من الممكن أن تفتح جبهاتنا بينها وبين إسرائيل نعم دعني أشكرك جزيرة الشكر المختص بالشان الأمريكي الدكتور رويد أبو عمش شكرا جزيلا لك بالعودة لك سيد غسان ربما إذا تحدثنا بصراحة أكثر هل الولايات المتحدة الأمريكية انتقلت ربما من الدعم السياسي العلني إلى إسرائيل الدعم العسكري الأكثر علانية في هذا الأوقات عندما نتحدث من جهة سياسية عن قرارات ترامب وعندما نتحدث عن إضافة ومنحة عسكرية قوية بلايين الدولارات كما تحدث الدكتور رويد من الولايات المتحدة الأمريكية إلى إسرائيل قد يكون جزئيا لكن على الصعيد سياسة الولايات المتحدة الأمريكية بعلاقتها وبدعمها لإسرائيل في الجانب العسكري هي علاقة قوية وعلاقة تاريخية لكن قد يكون هناك معطيات وحق الجانب السياسي له علاقة تاريخية ربما أصبح مترجما بعد صفة القرن بشكل أكبر مما هو عليه بكل تأكيد دخلت الولايات المتحدة لمرحلة معينة في الاجتياح السياسي لمحاولة فرض وجودها وهيبتها ومكانتها وعلاقاتها الدولية سواء على الصعيد الأوروبية وعلى الصعيد الدولي بشكل عام وعلى الصعيد العربي بفترات كثيرة ضغطت الولايات المتحدة وأخذت دور سياسي أكثر من دور عسكري لكن لا ننسى الدور العسكري للولايات المتحدة سواء في أفغانستان أو في العراق أو في الكثير من الدول لكن التطورات في الإقليم وفي المنطقة هذا دفع الولايات المتحدة لأن تدخل بقوة من أجل أن تلوح باستخدام القوة لتنفيذ رؤيتها وأهدافها السياسية التي أو برنامجها السياسي الذي تطرحه هذا جانب جانب آخر هناك مؤشرات أخرى لهذه المناورات العسكرية الأمريكية لا ننسى الأسبوع الماضي تقريبا كان هناك تصريحات وكلمة لرئيس الروسي لبوتين وأعلن عن تفوق عسكري نموذج متطور وكشف عن قدرة عسكرية روسية بشكل كبير جدا هذا مؤشر ومؤشر آخر هو قضية بداية فقدان الثقة من بعض الدول في العالم بشراء الأسلحة من الصناعات العسكرية الإسرائيلية الآن هذه المناورة بالتحالف مع الأمريكان على الأرض قد تكون أيضا محاولة إقناع لكثير من الدول أن إسرائيل لديها من الأسلحة والصناعات عسكرية تقنع الدول الأخرى من أجل أن تروج وتسوق مثل هذه الأسلحة هذا على مستوى دولي سيد غساد ربما لكن على مستوى المواطن الفلسطيني كيف رأى هذه المناورات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية كانت إجاباته كالتالي بس مجرد نوع من فرد عضلات لأن الوضع الحالي كله في مرحلة هدنة وفيش مش رح يحدث صحيح حرب يعني بس هيك هذا الواقع يعني لأنه حاصل ملاحظه الكل معني بضابة الوضع يعني كان حتى في قطاع غزة أو أحدود غزة بس هيك من فرد العضلات لا إش عادي لأنه إثبات وجود تعتبر مفهومها إثبات وجود دائما بيعملوا مناورات يعني دائما وأبدا بيعملوا مناورات بدون هيك لأنهم منا أصطل في حالة حرب دائما وأبدا بيسووا هذا الحديث خطط صهيوني كبير لإشعال المنطقة لحرب وهذا الإشي يعني صار لهم بيخططه إلو تقريبا أكتر من سنة ونص إنهم يضربوا حزب الله أو يضربوا غزة وفشلهم إن شاء الله قريب بالنسبة للمنورات اللي بتصير في إسرائيل يعني أول شيء العالم معروف بعيد عن هذا السبب وهذا العرض من الأعراض أصلا إحنا فايتين يعني على أجواء سياسية مشحونة في كل العالم أمريكا وإسرائيل بالمقابل في الهلال الشيع اللي هي إيران وحلفائها بالمقابل في غزة وفي صفقة قرن قاعدة بتسير وتنتنحبك قاعدة فأنا أتوقع فعلا تصير حرب مش عمستوى فلسطين بس يعني هو مضبوط فيه مناورات بس بإسرائيل لكن أنا أتوقع تصير حرب عمستوى العالم وتكون حرب واسعة وكبيرة لأنه كل طرف إلو حلفائه يعني إسرائيل في وراها أمريكا وفي وراها غرب وكذلك إيران وحلفائها وروسيا في معسكرات كثيرة بالدنيا وراح تصير أكيد حرب وراح تكون حرب كبيرة مش عمستوى فلسطين زي ما أنا حكيت من جريد أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إذن سيد غسام ربما كما شاهدنا ربما لخصوا كل شيء يعني ربما هناك حروب موجهة من قبل إيران حزب الله سوريا حتى حماس مع إسرائيل هناك فرض للعضلات كما اسمها أحد المواطنين هناك أيضا أنها أشياء عادية ربما يعني تلخيص لكل السيناريوهات لكن ربما السؤال الآن على مستوى دول عربي إذا ما ابتعدنا قليلا عن الجهات المعروفة بحالة الحرب بينها وبين إسرائيل نتحدث عن حالة السلم إن صح التعبير عن حالة السلم بين الدول العربية هل هناك أيضا تهديد للدول العربية التي ستكون أو كانت وتكون الآن في حالة سلمية مع إسرائيل هو بالتأكيد العديد من الرسائل لهذه المنورة تطرقنا لأكثر من جانب من الرسائل هاي رسائل العالم رسائل الأوروبا رسائل محور المقاومة والممنع لكن أيضا إشارتك مهمة جدا إلى الدول العربية دعني أقول التي تسير في رقب التيار الأمريكي باتجاه تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وفق الشعارات المطروحة لكن نحن لا نفهم ذلك كشعب فلسطيني ولا كقيادة فلسطينية ولا كشعب فلسطيني ما نفهمه أنها عملية اجتياح لما تسمى بصفقة القرن لفرضها وللأسف أن هناك الكثير من الدول العربية تقريبا تتساوك مع هذا المخطط وتحول أن تضغط على القيادة الفلسطينية وتحول أن تمرر هذه الصفقة بالرغم من أن قوة تأثير القرار الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل وبقضية نقل السفارة وبقضية التصعيد بالدعم الأمريكي العسكري والسياسي والتحدي في المنابر الدولية للموقف الفلسطيني وللقرار الفلسطيني هذا أيضا يحاول أن يزيد من عملية استفاف وتحشيد بشكل أكبر وأوسع وتوسيع دائرة التأييد للرؤية الأمريكية الإسرائيلية في المنطقة وهذه المناورات دعني أشير إلى قضية الشرع الفلسطيني لا يحسب حساب ولا يخاف ولا يهتم بهذه المناورات الاعتبارات أن الشعب الفلسطيني مئات السنين وهي يواجه كل هذه الآليات وهذا العسكر وهو لا يخوض معركة عسكرية متوازنة مع جيش الاحتلال أو مع جهات أخرى الشعب الفلسطيني شعب إرادة على الأرض بالميدان الصامد ويواجه بمقاومة شعبية قوية جدا وبعض الأعمال العسكرية هذا على مستوى الفلسطيني لكن دعني أرحب بسيد حسان كطب من المركز اللبناني للأبحاث في بيروت سيد حسان مساء الخير يعني في الأيام السابقة كان هناك تهديد مباشر من قائد الجيش اللبناني بأنه مستعد لأي حرب مع إسرائيل إن أقدمت إسرائيل على أي انتهاك للمجال الجوي اللبناني أو حتى ضرب للجيش اللبناني هل هذه السيناريوهات والمناورات الآن على أرض الواقع هي محاكاة لهذه التهديدات؟ نعم التهديدات الإسرائيلية متواصلة منذ فترة وهي تأخذ وطيرة متفاعدة والتهديد بتدمير البنية التحتية في لبنان التهديد بتدمير المستشفيات والمدارد التهديد بإعادة لبنان إلى العصر الحجري تهديدات عالية النبرة وتتضمن تحديدا مباشرا بتدمير لبنان الحقيقة وليس بضرب أي جسم لبناني أو فصيل لبناني أو شيء من هذا القبيل هذه التهديدات حقيقة يجب أن تأخذ بالشكل جديد ويجب التعامل معها لأنها فعلا تهديد يستهدف استقرار لبنان وغنية لبنان وشعب لبنان وحتى مستقبل لبنان السياسي والاقتصاد نعم هل هناك ربما من شيء محتمل سيكون في القريب العاجل إن صح التعبير بعد كل هذه ربما التهديدات المباشرة والتهديدات المضادة من الأطراف الأخرى الحقيقة الأطراف اللبنانية هي في حالة دفع وليس في حالة رجوم سواء كان الجيش اللبناني أو حتى فصائل المقاومة اللبنانية هي لا تستطيع شن حرب على إسرائيل باعتبار أن لها قطاعا دوليا كبيرا يتمثل بيوت المتحدة الأمريكية وحتى روسيا كما شاهدنا على الساحة السورية القوى اللبنانية سواء الرسمية أو غير الرسمية إنما تعمل جاهدة لتجنب الوصول إلى هذا السيناريو أو الوصول إلى هذه الحالة ولكن في حال وقع كده لابد من التصدي لهذا العدوان والشعب اللبناني متكاتف في هذا الموضوع ولا يمكن أن يقبل بأي عدوان يستهدف أي فريق لبناني طيب لكن ربما سيد حسان يعني دائما إسرائيل ما تلعب على الوطن الحساس عندما تتهم الجيش اللبناني بأنه هو من أرهق نفسه في هذه الحروب المباشرة والغير مباشرة بعد السماح لحزب الله بإقامة الفكانات العسكرية والانتشار على طول الحدود هل إسرائيل تلعب على الوطن لإقامة ربما فتنة داخلية في لبنان بين الجيش وحزب الله إن تحدثنا عن هذا المنظور العسكري والسياسي في أرن واحد نعم سياسيا هناك فعلا هناك مشكلة حقيقية على الساحة اللبنانية وهي استفراد حزب الله باتخاذ قرارات سياسية تؤثر سلما على الاستقرار اللبناني وعلى علاقة لبنان بمحيطه العربي وحتى بعلاقاته الدولية استقبال قادة فصائل عراقية في لبنان وعلى الحدود اللبنانية الفلسطينية كان شيئا مثيرا للاستغراب بل مقلق أيضا نعم كذلك الحديث عن استقدام ميليشيات عراقية وباكستانية وأفرانية كما عملنا حسن نصف الله كان شيئا ملفتا وغير مسبوك باعتبار أن لبنان هو دولة مستقلة ربما كان هناك أيضا نفي لبعضها حتى من طرف حزب الله النفي لا ينفع باعتبار أن التصليح كان واضحا وصريحا ثم أن المشاهد الفيديو والصورة نشرت وتم الإعلام عنها كانت تتحدث عن نفسها فالنفي أو مجرد التهديد أو التلويح باستخدامها دون العودة للحكومة اللبنانية ودون العودة لقرار لاعتراف أن قرار الحرب هو قرار دولة وليس قرار حزب أو الفصيل ثم إعلان إيران أنها هي التي تتحكم بمصار حزب الله وأدائه وسلوكه هذا أصبح تستعمله إسرائيل تخدمه لذرع الشقاق في الساحة اللبنانية والتي هي أصلا شبه منقسمة في هذا الموضوع فلذلك التركيز على أن لبنان هو ساحة واحدة متماسك في مواجهة أي عدو مهما كان هذا العدوى من أي طرف كان هذا شيء إيجابي أما الحديث عن محاول إقليمية والانخراط فيها والانخراط في صراعات خارج لبنان أو حتى التهويل أو التهديد باستخدام بشيات غير لبنانية إلى لبنان لمواجهة إسرائيل شيء مقلق الحقيقة ويساعد إسرائيل التي تحاول أن تجمع تحالفا دوليا لمواجهة حزب الله الخوف الآن وأن الحرب على لبنان سواء أنها قريبة أو بعيدة هناك مقاولة لبناء تحالف دولي لمواجهة حزب الله لبنان حتى يكون هناك غطاء دولي فعلا والمناورات التي ستقام في إسرائيل في فلسطين المحتلة اليوم اعتبرها من اليوم هي مناورات خطيرة أنها تؤكد وجود قوات أمريكية مع أسلحتها مع منظوماتها الصاروخية على أرض فلسطين المحتلة لمدعم بإسرائيل ودعم قواتها العسكرية والسيناريو المطروح هو مواجهة حالة حرب متعددة تتجبها سواء مع سوريا ومع لبنان ومواجهة زخات من الصواريخ التي تطلق على فلسطين دعني أشكرك جزيرة الشكر سيد حسام كطب من المركز اللبناني للأبحاث شكرا جزيلا لك بالعودة لك سيد غسان في سؤال الأخير انتحدثنا ربما عن المناورات فهي كثيرة ربما إسرائيل أقامت بعض المناورات حتى في آسيا مع كثير من الدول حتى في الاتحاد الأوروبي أقامت حتى مناورات مع كثير من الدول داخلية أقامت في منطقة الأغوار وهي تقوم بشكل يومي في منطقة الأغوار للحزام الباصل نتحدث ربما لكن استطاعت أن تقيم مناورات عسكرية أيضا مع تركيا في سنوات ماضية إذن هل حقيقة نجحت إسرائيل في حتى خرق ونخرب بعض الدول في إقامة مناورات عسكرية وإن كانت متواضعة أمام هذه المناورات التي تحدث هو بكل التأكيد يعني في نظام الدولي وفي العلاقات الدولية هناك اتفاقيات بين الدول ومن ضمنها بعض الاتفاقات العسكرية بالتعاون المشترك والأمن المشترك وما إلى آخره لكن هدف دولة الاحتلال هدف إسرائيل من هذه المناورات أنا برأيي في كل مناورة تتم لها رسالة معينة ومحددة للمنطقة الجغرافية التي تقام بها المناورة يعني على سبيل المثال أشرت إلى مناورة عسكرية إسرائيلية في الأغوار هذه المناورات هي عمليات تدريب وتهيئة وإرسال رسالة في منطقة الأغوار بأننا جاهزين عسكريا في هذه المنطقة عندما تقيم مناورة مع التركية هناك رسالة للإقليم بشكل عام بأننا جاهزين لأي عملية عسكرية في هذا الإقليم أو في أقاليم مجاورة الإشارة هنا إلى ما تفضل به ضيفك من لبنان ما يتعلق في موضوع لبنان هذا موضوع مهم جدا ويجب توضيح هو الإشارة إليه أن إسرائيل تريد أن توجد لنفسها مبرر أمام العالم وتمارس عملية تحشيد لدعمها عسكريا من أجل فتح جبهة في الشمال للبنان هي غير مهيئة كما تفضل ولبنان لا تستطيع أن تفتح حرب ولو أن حزب الله موجود وله قوة عسكرية لكن إسرائيل تريد أن توجد مبرر لضرب حزب الله بالاستناد إلى ادعاة بأن حزب الله هو الذراع لإيران وقاعدة عسكرية لإيران موجود في لبنان نعم إيران بالأساس في بعض التصريحات أو في بعض التدخلات هي توجد المبرر لإسرائيل بهذا الابتجاه أولا مع أنها تحاول أن تحافظ على نوع من القوة لبعض أطراف محور المقاومة والممانعة فبالتالي سوريا لبنان حزب الله حماس والمقاومة الفلسطينية في غزة وسوريا وقضية إسقاط الطائرة يعني من العام سبعة وستين ما تم إسقاط طائرات إسرائيلية إسقاط الطائرة جميع هذه المؤشرات قد تفسر لنا خلفية إقامة هذه المناورات العسكرية والرسائل التي ترسلها تبقى سيناريوهات الحرب محتملة في أي وقت قادم بس إشارة إلى قضية جد هامة هي أيضا يمكن أن تساهم في عملية تمرير المخطط الأمريكي لإغلاق ملف القضية الفلسطينية بما تسمى بصفقة القرن دعني أشكرك جزيرة الشكر المحلل السياسي يا سيد غسان المصري شكرا جزير لك أيضا مشاهدين الكرام في ختام هذه الحلقة أود أن أشكر كل من كان معنا سيد حسان الكتب من المركز اللبناني للأبحاث وأنطوان شلحتنا المحلل السياسي والمختص بالشأن الأمريكي الدكتور روايد أبو عمشي هذه التحيات وتحيات فريق العمل إلى اللقاء في حلقة جديدة وموضوع جديد ترجمة نانسي قنقر